أربعة وستون ألف حاذة مرور تسبب في مقتل ألف وثمانمائة وستة وثلاثين شخصاً وجرح قرابة ثمانين ألف آخرين خلال سنة عشرون ثلاثة وعشرون أرقام مرعبة كان وقعها كبيراً على شركات التأمين ستة مائة وستة وعشرون ألف ملف تمت معالجته من قبل شركة التأمين لتعويض المؤمنين عن الخسائر التي لحقت بهم بالنسبة زيادة تقدر باثنة عشر بالمئة تأمين الثلاثة سبتمبر في ستة وعشرين الملفات التي تم تعويضها ستة مئة وستة وعشرين ألف ملف راجعة إلى حوالة مرور الزيادة مرش بالمئة مقارنة بنفس الفترة لسنة الماضية واحد وثلاثون مليار دينار مبلغ قامت شركات التأمين بتعويضه للمتضررين من حوادث المرور والمتسببين فيها مبلغ يمثل سبعون بالمئة من إجمالي التعويضات الكلية والمقدلة بخمسة وأربعين مليار دينار ارتفاع حوادث المرور في الفين وثلاثة وعشرين أدى إلى ارتفاع نسبة التعويض عن الخسائر بأحد عشر بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه رقم هو الآخر ينبئ بالخطر الكبير الذي تشكله حوادث المرور على الحياة البشرية كما على الاقتصاد الوطني من خلال استقراء لغة الأرقام في الحجم الكارثي لحوادث المرور نرى بأن هذه الآثار هي آثار اقتصادية حسائر المالية الهامة من المال العام نتكلم عن تكليف العلاج الخاصة بالبشر نتكلم على التكليف العتاد الذي كان في الخدمة وأصبح خارج الخدمة كذلك على شركات التأمين هي أهم حلقة في التنمية الاقتصادية في كل دول العالم فإن أفلست تتأثر التنمية كذلك الاقتصادية كذلك نتكلم عن العنصر البشري عنده أهمية في القطاع في الخدمات مائة وستة وعشرون حاذة مرور تسبب في 42 وفات منها 14 وفات خلال 24 ساعة الأخيرة حصيلة ثقيلة سجلتها مصالح الدرك الوطني خلال الأسبوع المنصلم فقط ليبقى التحلي بالمسؤولية وبحث آليات لكبح إرهاب الطرقات عوامل كفيلة للتقليص من فاتورة الخسائر المادية والبشرية موسيقى